موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة أخباري الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين الماليون ينتظرون نتائج الانتخابات البلدية في ظل استمرار أوضاع أمنية متساعدة في شمال ووسط البلاد الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تطلق حملة توعية في نواكشوت حول حقوق المستهلك في مجال الاتصال موسيقى بطولة في العاصمة نواكشوت بمشاركة ممثلين عن 12 دولة إفريقية تمهيدا للبطولة الوطنية الشاطئية موسيقى أهلا بكم إلى تفاصيل النشرح ينتظر الماليون نتائج الانتخابات البلدية التي خاضوها يوم أمس على مستوى 688 بلدية من أصل 703 بلديات وقد وصل عدد المسجلين في الانتخابات أزيد من 7 ملايين ناخب للتصويت على أكثر من 10 ألاف مستشار بلدي وتأتي الانتخابات في سياق وضع أمني يوصف بالصعب خصوصا على مستوى مناطق الشمال ووسط البلاد نظمت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك حملة توعية حول حقوق المستهلك في مجال الاتصال شارك فيها محامون وناشطون في مجال حماية المستهلك وتضمن افتتاح الحملة تقديم عروض حول حقوق المستهلك الإدارية والقضائية وما ينبغي على شركات الاتصال توفيره مقابل مدفعاته نتابع التفاصيل في هذا التقرير الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تطلق حملة توعية لحقوق المستهلك في مجال الاتصال الحملة التي حضر افتتاحها محامون ومتضررون من الخدمات التي وصفوها بالمتردية قدمت خلالها عروض عن حقوق المستهلك وما ينبغي أن توفره شركات الاتصال من خدمات مقابل المبالغ المدفوعة لها من هداف هذه الحفلة لفت الانتباه إلى شكاوى تظلم مستخدمي لاتصال الهاتف والإنترنت في موريتانيا والتشاور مع القطاعات المعنية بالاتصال فضع عن الخروج بمقترحات وتوصيات عملية لتحسين جودة الاتصالات وتمكن مستهلك الموريتاني من حقوقه المشروع في هذا المجال والوقوف في وجه أي مظاهر للتلاعب بهذه الحقوق أو المساس بها كما تتناول الحملة المخاطر الناجمة طبعا هذا مظهر آخر مظهر المخاطر الناجمة عن أعمدة تقويت الاتصالات المنتشر في الشوارع وعلى أسطح المنازل في مواكشوت ومدن الداخل المحامون الذين تحدثوا في مفتتح الحملة أكدوا على حقوق المستهلك الإدارية والقضائية والخروقات المتعلقة بشركات الاتصال هذه الخروقات يمكن تقريبا حصرها في أربع مجموعات خلق القواعد المتعلقة بجودة واستمرارية الخدمة وهذه هي التي تشكل الهم الكبير لأغلب المستهلكين وخرق القواعد المتعلقة بالخدمات العامة التي يجب على شركات الاتصال تقديمها ما دامت تقدم خدمة مدفوعة للمستهلكين في أي بلد النوع الثالث خرق قواعد سريجة طبعا لاتصالات والرسائل والمكانمات إلى غيرها والنوع الرابع خرق القواعد المتعلقة بضوابط منشآت شركات الاتصال التي هي المتعلقة بالهوائيات هذا وتعتبر حملة الجمعية هذه الثانية في إطار ترقية حقوق المستهلك بعد الحملة الأولى التي نظمتها 2013 والتي كانت تحت شعار التوعية بحقوق الإنسان الأساسية الثمانية وفي ذات السياق ندد الأمن العام للجمعية الموريتانية إلى حماية المستهلك الخليل والخير بما سماه ضعف خدمات شركات الاتصال في موريتانيا وقال الخير إن غياب دور جمعيات حماية المستهلك وضعف الوعي الحقوقي لدى المواطن أسهم في إجعل الشركات لا تلقي اهتماما للخدمات التي تقدمه للمواطن الجمعية بدت هذه الحملة باعتبار أنه كاملين ما فينا أحد ما يعرف ذا اللي ينعانوا منه كاملين في أخبار التلفين كل حد يتلفن ولا يجبار الخدمة وكل حد يشترك في خدمة الإنترنت ولا يجبار يتم يدفع الدفع القبلي يخلص ومع ذا ما يجبار الخدمة وبضع كهذا استمر الفترة طويلة يعتبر إعنات من طرف الشركات الاتصال بسبب غياب حركة مطالبين بحقوقهم في منظمات وجمعيات حماية المستهلك وهذا هو اللي نحن اليوم بادئين هاي الحملة راجين ارتفاف الناس كامل المستهلكين في موريتاني ودعمهم الحملة وهذا الأسبوع الأول منها إن شاء الله لا يعود فيه الجانب القانوني لكننا على المكاملين شين هي الحقوق اللي يا الله هو توفر شركات اتصال للناس اللي طالبة منها خدمة ومقع معها خدمة وأضافه الخير أن الجمعية رسلت سلطة التنظيم باعتبارها باعتبار مسؤوليتها الرقابية على شركات الاتصال لكنها لما تتعاطى بعد مع الجمعية في إطار حملتها التوعوية حول حقوق المستهلك في مجال الاتصال قبل تقريبا شهر من الآن مشينا رسالة لسلطة التنظيم اللي هي الجهة الوصية على شركات الاتصال بغرض أنها تعود عالمة بالحملة اللي الحقيقة يتقاطى مع عملها هي ونحن دعملها إياك أنها فعلا تثبيت على أنها معدل عملها وفي هذا الإطار مشينا لها رسالة وطلبناها أن نتساعدنا في هذه الحملة وعلى كل حال القانون عندنا ندقى أخبر فيه القانونيين ينص لضرورة أنهم يتعاطوا بشكل إجابي مع جمعيات حماية المستهلك لأنهم المباشرين مع المواطنين وهم هم اللي يقدوا يتقدم المواطن العادي لشكاوي شهر الجمعيات وجمعيات أرباحة شهر صورة التنظيم اللي هي المفروض أنها مسؤولة عن شركات اتصال ومسؤولة عن شركات الكهرباء والمياه ومازلنا حتى الساعة ننتعر الجواب الرغم من الحاحنة وجيناهم أكثر من مرة إلى شأن المفصل حيث نظمت الجمعية الموريتانية لطب النساء والتوليد مؤتمرها المغاربية الثامن عشر والمتزامن مع مؤتمرها الوطني الثامن يبحث المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلون من بلدان مغاربية مختلفة يبحث مواضع وفيات الأمهات وسرطان المبيض وبعض الأمراض المرتبطة بالحمل وذلك باعتبارها تشكل تحديا صحيا مشتركا المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي الجمعية الموريتانية لطب النساء والتوليد تنظم مؤتمرها المغاربية الثامن عشر بالتزامن مع مؤتمرها الوطني الثامن في العاصمة نواكشوت بمشاركة ممثل عدد من رابطات النساء والتوليد ببعض البلدان المغاربية والإفريقية ويسعى المؤتمر إلى تبادل الخبرات والتجارب بين ممثل الجمعيات الصحية المشاركة فيه ويناقش بعض المواضيع من بينها وفيات الأمهات وسرطان المبيض إضافة إلى بعض الأمراض المرتبطة بالحمل وذلك باعتبارها تشكل تحديا صحيا مشتركا بين البلدان المشاركة وتقول المشرفات على المؤتمر إن نسخته السنوية تراعي التحديات الصحية التي تواجه البلدان المغاربية بشكل عام وموريتانيا بشكل خاص مؤكدات حرصهن على السعي إلى النهوض بالوضع الصحي للمرأة في موريتانيا ويأتي تنظيم المؤتمر المغاربي لطب النساء والتوليد بعد أيام من تقديم وزارة الصحة الموريتانية التوجهات الاستراتيجية لخطتها الوطنية الخاصة بتطوير الصحة الوطنية والممتدة من 2017 إلى 2020 وتقول الوزارة إن الخطة تهتم بصحة الأم والطفل وتسعى إلى الحد من وفيات الأمهات عبر جملة من الآليات استفادت فيها من تجارب خارجية كما استعانت في وضع الخطة ببعض الخبراء الدوليين والوطنيين عكفوا على صياغتها واستشيرت الجهات المعنية في وضعها وتدق بعض العاملات في القطاع الصحي ناقوس الخطر من عدم توفر التجهيزات والمعدات الصحية اللازمة في بعض المستشفيات والمراكز الصحية بالعاصمة نواكشوت وخارجها ويقولن إن عدم وضعهن في الظروف الملائمة وتحقيق مطالبهن يلقي بظلال سلبية على الصحة النسائية ويحمل الجهات الرسمية المسؤولية في ذلك إلى الشأن الفلسطيني حيث تمر الذكرى الأولى لحظر سلطات الاحتلال الحركة الإسلامية في داخل الفلسطيني المحتل في ظل استمرار اعتقالها رئيس الحركة وسنها قانون منع الأذان استقبال الحركة ذكرى لأغلاق ومنع الأنشطة في سياق التقرير التالي لن نرحم انتقت عقارب العام على تمام الشهر الثاني عشر معلنة حلول الذكرى الأولى لإعلان الاحتلال الصهيوني منع أنشطة الحركة الإسلامية في الداخل المحتل بموجب قانون الحظر الذي أتى على ما أسأرته يد التضييق من حراك المؤسسة المحاصر لأصلا نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال خطيب قال بين يدي الذكرى الأولى للحظر إن الحركة الإسلامية كانت وسيلة لخدمة المشروع الإسلامي وإنهم أغلاقوها فحتما سنجد ألف وسيلة لخدمة المشروع الإسلامي وأكد الشيخ كمال خطيب في حديث صحفي له مع مسرى ميديا إن المؤسسة الإسرائيلية يوم حضرت الحركة الإسلامية قبل عام كانت تستفيد من الواقع الإقليمي الذي ما تزال تعقيداته قائمة وبالتالي ما زالت هي كذلك ماضية في إجراءاتها وأضاف إنما نراه في هذه الأيام من مشاريع القوانين وقانون ما يسمى مكافحة الإرهاب ومحاولة ثني كل من يريد أن يدافع عن وطنه وشعبه هذه ولا شك تمثل الوجه الحقيقي للمؤسسة الإسرائيلية وفق قول الخطيب العزم والمضاء كان أبرز لافتات المرور في طريق حديث نائب رئيس الحركة الإسلامية الذي رد عجز كلامه على الصدر حين ختم حديثه قائلا إذا ظنوا بأنهم بهذا سيجدوننا نخرج في إجازات ونجعل أنفسنا وكأننا غير منتمين لهذا المشروع فكما قلت سابقا هم يكونون في غاية الغباء وقمة الحماقة نحن معظون إن شاء الله تعالى اخترنا لأنفسنا طريق خدمة المشروع الإسلامي لا نقيل ولا نستقيل كرمت بلدية وعرفات خلال حفل نظمته بن وكشوضة تلاميذ المتفوقين في العام الدراسي 2015-2016 على مستوى البلدية وقدم العمدة الحسن المحمد جوانبا من خطة البلدية في مجال التعليم خلال العام الدراسي الحالي مذمنا تعاطي الأسرة التربوية والجهات الإدارية مع البلدية احتفاصيل أوفا نتابع هذا من هذا التقرير بلدية عرفات تكرم خلال حفل نظمته بالعاصمة نوكشوض التلاميذ المتفوقين في السنة الدراسية 2015-2016 على مستوى البلدية عمدة بلدية عرفات الحسن والمحمد أبرز جوانبا من خطة البلدية في مجال التعليم خلال العام الدراسي الحالي مثمنا تعاطي الأسرة التربوية مع البلدية بالإضافة لتجهيز مقر ومكتب رابطة أباء التلاميذ هذه هي خطتنا في مجال التعليم لهذه السنة هذا هو مؤشرات ونمالج من تعاطي البلدية مع الأسرة التربوية والتي بهذه المناسبة أشكر تعاطيها وثقتها في البلدية وتعاونها معنا كمان هي أيضا فرصة لأشكر السلطات الجهوية الولائية والمقاطعية حاكم مقاطعة عرفات خطار ولي الخرش أكد على أهمية تحفيز الأطفال من أجل التعلم مبرزا دور التعليم في مجال التنمية وحث ولي الخرش في كلمة ألقاها خلال حفل تكريم التلاميذ المتفوقين على غرس ثقافة التسابق في نفوس الناشئة نحو كسب العلم والمعارف تحفيز الأطفال ورسم لهم طريق سليم من أجل كسب المعارف يعتبر عنده أهمية كبيرة لأن التعليم هو أساس والركيزة الأساسية للنهوض بالمجتمعات والتحقيق تنمية وانسجام ورافع من قيمة المجتمعات والدول اللافة التعليم على ذلك الأساس انذمنوا هذه الخطوة التلاميذ المكرمون أبدأوا الارتياح إزاء التكريم الذي حصلوا عليه وسط دعوات من الأسرة التربوية إلى أن يستمر مثل هذا التشجيع ويتزامن هذا التكريم مع بدء العام الدراسي الجديد في موريتانيا والذي لم تمضي على انطلاقته إلا أسابيع قليلة وسط أمال بأن يسهم في خلق تنافس إيجابي بين التلاميذ رياضيا في هذه النشرة انطلقت في العاصمة واكشود بطولة تمهيدية للبطولة الوطنية الشاطئية المرتقبة شاركت فيها فرق تمثل 12 دولة إفريقية وينتظر أن تختم تهم البطولة في السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري فيما لم يعلن بعد عن تاريخ بدء البطولة الوطنية وعدنا هذه البطولة كان نقبل من التجربة من أجل أن نعدل بطولة وطنية داخل بطولة الشاطئية الوطنية في موريتان وهي بطولة إيشات 12 دولة موريتان كوديفوار كاميرون إلى آخره وحكرة الحقنا لي دمي الفنال دمي الفنال كانت مبين مالي وكوديفوار وفازت مالي والحالة موريتان وبركي نافاسو وبطولة إن شاء الله نهايتها يلتطل 26 في نفس المكان إن شاء الله نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها الماليون ينتظرون نتائج الانتخابات البلدية في ظل استمرار أوضاع أمنية متصاعدة في شمال ووسط البلاد الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك تطلق حملة توعية في نواكشوت حول حقوق المستهلك في مجال الاتصال بطولة في العاصمة نواكشوت بمشاركة ممثلين عن 12 دولة إفريقية تمهيدا للبطولة الوطنية الشاضية يمكنكم مشاهدين الكرام متابعة هذه النسرة وغيرها من نسراتي وبرامج القناة تعبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة الثانية مجهز إخباري بحول الله ترجمة نانسي قنقر